أعرب الرئيس الروسي فلادمير بوتن عن استعداده للتوجه إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب وأكد في مؤتمر صحفي في ختام قيمة بريكس بمدينة جوهانس بيرغا أنه دعا ترامب لزيارة موسكو فيما يخص الاجتماعات قال الرئيس ترامب أن لديه رغبة بالاستمرار في الاجتماعات وأن أرغب في ذلك لكن ذلك يتطلب ظروف معينة نحن جاهزون لمثل هذه اللقاءات ومستعدون لدعوات الرئيس ترامب إلى موسكو وأنا مستعد للرهاب إلى واشنطن لكن لا بد أن تكون هناك شروط مناسبة للعمل